يشهد برنامج التدريب الصيفي للعام 2018 الذي تنفذه دائرة الموارد البشرية بالشارقة إقبالاً واسعاً من طلبة المدارس والجامعات وفي بلدية مدينة الشارقة يتم تدريب المنتسبين بأسلوب مختلف ومهني يختلف عن المعتاد إلى التفاصيل أسلوب حضاري، بيئة مستدامة، طبيعة غناء، خضراء المظهر هي البيئة المثلى لتحفيز الطلبة على العمل بأسلوب مغاير بعيد عن الرسميات تلك هي إحدى الأساليب المتبعة في بلدية مدينة الشارقة التي استقبلت طلبة البرنامج الصيفي لدائرة الموارد البشرية لهذا العام كنا حريصين في بلدية مدينة الشارقة على استخدام طلاب وطالبات المدارس والجامعات من مختلف المراحل التعليمية والعمل على تنمية مهاراتهم وصقلها وتنمية قدراتهم كذلك بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتأهيلهم كذلك لسوق العمل خلال الفترات القادمة إن شاء الله حيث حرصنا على استقطاب ما يزيد عن 25 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية وقمنا بتوزيعهم على مختلف إدارات وأقسام البلدية بما يتناسب مع مستواهم التعليمي وقدراتهم الذاتية يستمر البرنامج لمدة أربعة أسابيع متتالية بمشاركة 237 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات والكليات وطلبة المدارس بهدف تأهيل الكوادر في مختلف المجالات يعطونا أشياء مثلا طريقة تدخيل المعلومات وأهمية الشغل وشو لازم نسوي وشو لازم ما نسوي وأشياء تساعدنا علشان أن نفهم شو بنسوي حق المستقبل طبعا أنا أجري معاملات الناس شيء كملفاتهم إذا كان عندهم شيء ناقص أتصل فيهم فتعلمت أشياء منها كيف أسلوب التعامل مع الناس طبعا وتعلمت كيف أجري معاملات الناس تحرص الدائرة سنويا على تنظيم برنامج التدريب الصيفي خلال فترة الصيف لشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد لهم ولمجتمعهم وتطوير مداركهم الذهنية وسقل شخصياتهم من خلال احتكاكهم ببيئات العمل وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تساعدهم مستقبلا على الانخراط في الحياة العملية لشغل وقت فراغهم وإعداد كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل مستقبلا هذا ما دائبت إليه دائرة الموارد البشرية من خلال إقامة البرنامج الصيفي في عدد من المؤسسات المحلية في إمارة الشارقة لأخبار دار محمد الجنيدي